السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل طريقة سهلة وبسيطة للكوارع اللي هو إجرين البقرة بس لما بدك تشتريه اشتريه اطلب من عند الجزار الإجرين الأماميات الإجرين الأماميات بكونوا ملانين دسم وبكونوا أسهل للاستوى أول شي بدي أجيب طنجرة نحط فيها معلقة سمنة أسيحها وأحط عليها الخضار اللي بدي أستعملها للشوربة عندي كل مفرز عندي جزر وعندي كرافس والبصل والتوم طبعا البصل والتوم بس الكرافس والجزر إذا في عندي كتازة برضو بصير وحبة بندورة ودي أدلبهم مع بعض وبعدين نحط عليهم البهار لبهار إيش بديك حطي حطيت هيل وحطيت غرفة وحطيت غار وحطيت كبابة صيني وحطيت فلفل أسود حب كله حب لبهار كله حب إن شاء الله بكتبلكم إياه بصندوق الوصف ونضرنا نسفح فيهم لحد ما يتدبلوا معي بعدين بجيب الكوارع أنا غلية وغلوة غلوة بسيطة جداً قمت الزفرة وكبت المياه وبدي أحطه طبعاً بعد ما غسلناه ونظفناه بنجيبه إحنا على فكرة يعني بجينا نضيف بس بنشعوته شوي هيك على النار زفينة فتشعر فيه شغلة بنشعوته وبننجعه شوي بطحين وبلمون وبنقصله مظبوط مظبوط وبنصفيه وبنسلقه سلقة بسيطة وبعدين عشان نجيم زنخته وبعدين بنحطه بنكوب ميته الأولينية طبعاً ما بنحطها مع الهاي بنظلنا نقلب فيها لحد ديت ما يعني مش يستوي يصير لونه هيك الكوارع تصير محمرة والخضرة برضو تحمر معانا وهيك وتطلع عندنا الريحة الحلوة اللي انتو بتعرفوها فلازم اقضلني اقلب فيها لحد ديت ما تعطيني اللون الحلو للكوارع حطيت انا فلفل حار زي ما شفتم هذا برجع للكم يعني اختي يعني شايفين كيف اقلب فيها لحد ديت ما تعطيني هذا اللون بعد هيك بجيب مي سخنة وبديرها عليهم وبخليهم تقريباً قاعدوا معي بحدود الست سبع ساعات او 8 ساعات ممكن 12 ساعة اذا في عنديك تنجرة ضغط طبعاً بتهوني ع حالك كتير يعني بتلت ساعات بتنجرة ضغط بده تلت ساعات عشان يدوب مظبوط وبعدين بتحطي بصحن زي ما انا سويت واكلته اشي اشي بشهي بدي احكي لكم شغلة انه كله كولاجين مفيد للمفاصل وللعظم الجسم ان شاء الله بتعملوها وبتستفيدوا اكلها كتير زاكية وكتير سهلة ومفيدة وهيك خلصنا وصفتنا ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة